سألت خليفة وشهاب قبل الفاصل ايه هي نقاط القوة اللي عند بوركينة اللي مفهود ناخد بالنا منها في مباراة الغد ان شاء الله ايه هي عندهم خط وسط كويس واجنحة كويسة جدا في بقى حاجة يعني التميز العام ده حاجة بس فيه نقطة صغيرة عايز ربنا يسهل ويكون الازهرة بتاعتنا واخدين بالهم منهم جدا يعني هاني في اليمين واللي هلعب نحط الشمال بقى عمر كمال او كوكا او اي طائرات الكابتن حساب حسن التمريرة بتطلع من خطه النص للجناح مش على الخط بيسلمها له جوه وراء الباك دايما بيسلم الجناح بتاعه جوه وراء الباك ما بيسلموش ومطالب لسه ان هو يرقص لعيب الخط ويرقص الباك لا ده بيسلمه يروح يجيب جون على طول ودي من التأميرات الخطيرة جدا وهم عندهم بلاتي توري لعيب مميز احنا قلنا عنده مشكلة في الادراك المساحة اللي وراه لكن والكورة معاه لعيب ممتع وكلنا بيشوفوا في الدورة المصري معبيرها منزل لعيب كواس جدا وعندهم كمان سنجرية لعيب كواس جدا كورتهم حلوة فبيقدروا يمرروا تمريرات طولية حلوة جدا وخطيرة جدا منهم الهدف الجميل اللي عملوه في الجزائر من نص الملعب تمريرات طويلة والفروت دخل فيها وكان فيها شابة السنة تعال نشوف كورتين تانيين بيمرر ازاي بص هنا يا كريم اللعيب خط النص ما بيسلمش الاسعل عندنا كده لعيب الخط النص حيسلم الوينجر فين في رجله هناك ويبقى الوينجر لسه مطالب النوع يعدي هو حيروح ضرب له الباص هنا بين المساك وبين الباك في المساك يقول له روح اتجون على طول فده لازم هاني والمساك اللي بيلعب جنبه بقى يبقى واخدين بالهم والناحية التانية كذلك محمد عبد المنعم وعمر كمان دي مواقف بيعملوها بخطورة كبيرة جدا لعيبة خط الوسطى عندهم في التمرير وده كان نفس الموقف برضو راح في ماتش مورتانيا الكورة اللي حصل منها على ضربة جزاء ممرر علشان اللعيب اهو بين المساك وبين الباك اللعيب بتاعه بيوديه دايما في مواقف وجومه مميز والوينجر بيجي من ورا الباك يبقى انت تاخد بال الباك بتاعنا يبقى واخد باله جدا ان اللعيب بوركي نفسه حيجيله من دهره حيضربه من غيره الكورة مش حيضربه بالكورة مش ياخده الكورة ويرقصه ويعديه ده وهو حيضربه من غيره الكورة ويروح في مساحة فانتمنى ان رباعي خط تفيع منتخب مصر يكون في افضل حالاته بس اللي انت شرحته ده كمان انا محتاج انه اللي اتنين لقلقوا تمانيات يبقوا مركزين اوش اه هي دي اللي ممكن تخلي كابتن حسام ما بين المغامرة وما بين التوازن يعني انا شايف انه بكرة باللي انت بتقوله ده امام عشور وزيزو اللي اتنين فيها خطورة تمان ممكن بقى يلعب امام وحمدي ممكن يلعب حمدي وزيزو امام واكرم امام واكرم بس فكرة انه امام وزيزو هي هجمان خطيرة حلوة لذيذة امام وزيزو دي بس دفاعيا تلق شوانيات ممكن يبدأ يبدأ واستفيد من أستاذ القاهرة والضغط ثم يغير صح